اشتركوا في القناة وذلك لإمكانية إنشاء مصنع جديد لإنتاج وتصنيع وتوزيع التطعيم المضاد لفيروس كورونا سبوتنك في مناطق الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقد تم توقيع مذكرة التفاهم خلال منتدى سان بوتروسبيرغ الاقتصادي الدولي والذي أقيم هذا الأسبوع في روسيا تعليقا على توقيع مذكرة التفاهم أكد سيد خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لممتلكات بأن مملكة البحرين ستتمكن من خلال شراكتها مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي ومجموعة بنو فارم في مواصلة جهودها وتعزيز مكانتها الريادية في مكافحة هذه الجائحة في الوقت الذي تعمل فيه على تعزيز قطاع الرعاية الصحية في المنطقة من خلال إنشاء هذا المصنع من جانبه قال السيد كيريل ديمترييف الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي لدينا تاريخ طويل من التعاون مع الممتلكات والذي نجم عنه إطلاق برنامج استثماري مشترك ناجح وشراكة مثمرة ما بين المؤسستين وكانت مملكة البحرين قد أجازت الاستخدام الطارئ للتطعيم سبوتنيك لدى المملكة خلال شهر فبراير 2021 ليصبح راب على قاح مصرح به في مملكة البحرين